اشتركوا في القناة واعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تهاني لسموه على هذا الانجاز الرياضي الاسيوي مشيدا بالمستوى والاداء الرفيع والمميز الذي قدمه المنتخب القطري وما اظهره من مهارات فنية وروح رياضية عالية في هذه المباراة وفي منافسات البطولة والذي مكنه من تحقيق هذا اللقب الاسيوي للمرة الثانية في تاريخه وتمنى له كل التوفيق في المسابقات والبطولات القادمة ونوها حفظه الله بالتنظيم المميز والاستعدادات التي قامت بها دولة قطر والامكانيات التي وفرتها لانجاح هذه البطولة مما اسم في تحقيق اهدافها المنشودة واشاد جلالته بهذه المناسبة باواصل العلاقات الاخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤتمنى لسمو أمير دولة قطر منفور الصحة والسعادة والشعب القطري دوام التقدم والازدهار